موسيقى حافظين في الله يعطيكم العافية نكملين معاكم بشارح التنسلز خلصنا كل البرزنت اللي هم اربع انواع هلا هنفوت في الماضي لاحظوا انه لما كنا نحل بالبرزنت انه كنا نتعامل مع موسيقى كنا نحط بس كان الاساس البدايه هو موسيقى كhan verb 1 كcontinuous تعتبر Random r 班 كم beam الآن في الماضي لازم نتعامل مع Verb 2 عن سلسل نهائيا بدي أشيره من رأسي يعني أنا لما ألاقي دريع المضارع بستثني أي شيء من الخيارات بيدل على البرب 2 بحذفه أو حتى future الآن لما ألاقي دريع الماضي دايما بدور على البرب 2 وبلغي أي شيء فيرب 1 أو حتى future هيك بدي أفكر في حال ننسيت مشان أحلصه 100% طبعا هنبلش بالتدريج كالمعتاد بالsimple simple continuous perfect و perfect continuous طيب simple past هو الماضي البسيط ماضي بسيط ليه نستخدم الماضي البسيط يا كل معتاد ننبلج إحنا بإيش بالfunction الاستخدام جدا سهل ماضي هو إيش صار وانتهى في الماضي خلص مات وشبع موت خلصنا منه حدث انتهى حدث صار في الماضي وانتهى في الماضي خلصنا منه أوكي؟ إذن خلني أحكي completed أو finished action in the past أكيد طبعا هو حدث منتهي حدث انتهى في الماضي خلص انتهى شو كيف المضارع التام كنت أحكي انتهى وإلو أثار لساته موجودة هنا خلص انتهى خلصت منه بس باختصار هذا هو الفنكشن طيب نيجي مباشرة على الكي وورد من فتيح الحل هي كلمات تدول على الماضي جدا سهلة وتذكرها كثير سهل and yesterday كلكم بتعرفوا yesterday وهي مبارح خلص اشي صار وانتهى طيب بقدر أحكي ago ago برضو اشي في الماضي بحكي مثلا two days ago من يومين مضو three hours ago من ثلاث ساعات فالago هي تعتبر دليل ايضا and last last مهمة طبعا الlast اكيد يتبعها وقت last week last year last night وهكذا يعني يكون في بعديها وقت مشان نعتمدها تمام وكله زي ما حكينا مبين وطبعا ممكن نستخدم ايضا من الدلائق اللي هي in the past في الماضي برضو هاي تعتبر دليل وكمان دليل مهم ممكن نجيب in ونحط بعديها سنة في الماضي نحكي مثلا الفين وخمسة الفين وستة البتكوية اوكي طبعا ممكن كمان بدل in نستخدم ل during خلال برضو بصير اهم اشي انه يكون فيه سنة قديمة سنة قديمة قبل السنة اللي احنا فيها بس بالشرط كمان انه يكون قبلها in or during نتبه كويس in or during هاللمرات احنا ممكن نستخدم buy لقدام ديروا بالكم مثلا buy 2006 هون اختلف الزمن هننشترق قاعدة ثانية مختلفة او اعطاني sense بدل buy اختلف الموضوع برضو اه فلازم in or during ممكن مرات يعمل لي زي هاي from from and two شو معناهم من الى يعني ببساطة يعطيني السنة القديمة من السنة القديمة الى السنة قديمة مثلا قل من 1990 وتسعين لالفين وثلاثة فهي برضو تعتبر ماضي اوكي حبائيبين انتبهوا كويس وفي عندي كلمتين كثير مهمات مش الكل بنتبه عليهم لكلمة previous معناها السابق انتبهوا هاي تدول ايضا على ماضي فروها وفي عندي كمان كلمة ancient لشو معناها قديم اللي زي الاولد اه فانتبهوا هذولا مهمات جدا بشي الكل بنتبه عليهم اوكي هذه كل هالكلمات اللي انا كاتب لكم اياهون كلها تدول على اشي صار في الماضي وانتهى يلا بدنا نحل شو الصيغة ولا اسهل من هيك مثل نحكي ماضي قاعدين صح يعني اعطيني verb two زي ما اتفقنا هو بسيط اذا ابسط الاشكال هو verb two بس خلصنا ابدا طبعا verb two الفعل يا ايما بيكون بده ايدي من الافعال المنتظمة يا ايما بيكون فعل غير منتظم بدنا نكون حافظين تصريف التاني تابعه اوكي مفرد جمع ما بيفرق ما بيفرق معي الا بحالة واحدة فعل واحد اللي بيفرق معي المفرد والجمع اللي هو البي انو البي شو بحولها في الماضي يا ايما واز يا ايما وير اه هي الوحية اللي بتفرق معي البي البرب two منها يا واز يا وير هاي مفرد وهاي جمع غير هيك اي فعل ثاني مباشرة بختار البرب two هاي طبعا كالجمل مثبتة هلا اذا بدي اعمل نفي او سؤال بستخدم it didn't في النفي او حتى السؤال مس بدون طبعا اكيد احنا حكينا في التأسيس انه بعد افعال دو الفعل بيكون دائما مجرد او خلني نحكي فيرب ون في برضه طبعا ما عندي غيرها فاكيد مع المفرد والجمع قلت لكم لما يكون في عندي خيارات بالحل خيارين او اكثر هون معتوا ام بتعامل مع مفرد وجمع بس لما يكون اندي خيار واحد معتوا ما بيفرق معاه لا مفرد ولا جمع يعني بيحكي I didn't they didn't she didn't محمد وهكذا حتى كذبتو زي ما حكينا ما بيفرق معي الفاعل الا في حالة انه يكون الفعل اللي بين اقواس او فعل ديش عليه اللي هو بي وفي السؤال زي ما حكينا برضه نفس القصة باستغني من the dead هاي كل القصة الماضي شايفين جدا سهلة تعالوا نشوف اكمل مثال يا هذا مثال وزارة my grand father from بس مش ذاكرة السنة يالله نحط اي اشي التسعمية هاي ثلاثين to خلني احكي 19 يالله 96 يالله نعطيكم خيارات live be living or see live زي ما شايفين الكيورد واضح جدا معطيني from من سنة قديمة to لي او الى سنة قديمة ثانية اذا ندوغني انا بدي verb to قلنا يا بكون اي دي يا اهم الافعال الغير منطلبة يبين من الخيارات طبعا هون بقول لي live يعني واضح انه غلط ing اكيد غلط هاي في اي دي هون صح خالص اذا الجوابي اللي هو سي بكل بساطة يالله كمان مثال she her new خلني احكي glass او glasses yesterday هنحط بين اخواص اه break ندور على المفتاح شوين دي هون yes yesterday ممتاز yes yesterday بدي verb to مباشرة break تصريف حفظينه break broke broken بدي انا broke طبعا شو ما اطلعت انه عندي شي او ذي نهائيا او اشي ثاني واضح اه خلص ما بلزمني طيب خلني احكي مثلا اه no one at home last week هاي دي حط b شو عندي هون key word عندي ال b عفوا عندي last week الفعل هو ال b سوري last week بدي ماضي verb two صح ال b لما نحولها بتصير يا اما واز للمفرد يا اما وير للجمع باجي حكينا no one تعتبر مفرد مش اكتفقنا no one someone anyone everyone فبدي واز مش وير لان واز مفرد وير للجمع اذا هون بدي واز شايفين كيف اوكي يالله كمان مثال سامي has uncle خلني احكي last month بدنا ننفي هون يالله not visit بنعمل نفي عندي طبعا ال key word واضح جدا اللي هو last month بننفي حكينا شو بنستخدم didn't والفعل بضل verb one زي ما هو دي روبالكوها شوفوا ما اتفرجت عندي مفرد او جمع ما بهمني نهائيا خلاص didn't وانا مغمب هاي didn't والفعل شو ده ينزل visit زي ما هو ما بعدل عليه ولا اش مش بحكي didn't visited دي روبالكو افعال دو دائما بتبعها فعل مجرد هي بلتجية بلتجية دولت ارأي المصريين اخواننا انه دائما هي بلتجية يعني بتبعها فعل مجرد ممنوع يكون فيه اي اضافات اوكي شايفين الماضي البسيط جدا سهل طيب اعطيكم حالي هون شوي مختلفة بالنسبة للنفي مشان ننتبه عليها اه الباقي طبعا عادي الشغل طبيعي جدا عن الكيوردس مباشرة طيب خلني هون there زي ما اخبر خلني احكي خلني احكي مستيكس بس خلنا نعمل هون تعديل بسيط نضيف هاي اني ممتاز مية بالمية وهاي البي وهاي معحنة بدي عنفي يلا تبع المثال اول ش نشوف الكيوورد شو هاي الكيوورد هون هاي هالاقو صح بدل على الماضي بدي فيرب تو بدي فيرب تو طيب ممتاز بقول لي هون بدي نفي كمان حلو بشي اتفقنا هاي ممتاز وقلنا الفعل بنزل مجرد حل صح هيك شوف انا بحب احل غلط اول اشي مشان مرات مشان نشوف كيف انه كي بدي اشتغل صح ولا لا ممتاز طب ليش تحكي تدين تعالي بننفي فيها اقول كليش ما بصير لانه اصل البي لما نحولها لماضي شو بتصير لفرب تو واز او وير طيب السؤال القوي الواز او الوير بزبط يركب معها النات ولا ما بزبط كلكم حتجابوا انه بزبط بقدر حكي وازنت او ورنت صح ولا لا طالعا ما بزبط في داعي للديدنت اكيد لا طالعا ما بزبط ما في داعي لستخدام الديدنت لانه النات باللغة الانجليزية لو خضرت التأسيس حتتذكروا حكي النات باللغة الانجليزية بدها فعل مساعد يمسكها اذا في واحد ليش تجيب من برا يعطيك العافية اذا شوفوا بهاي الحالة شو بعمل اذا جوابي هون مش مصبوط يلا نلغي الجواب اذا غلط احكي لديدنت بي شو بعمل بحول بي اول اشي لواز او وير انتبهوا ذير هون معناها هنالك لا تدل على مفرد او جمع نهائيا اللي بدل هو اللي بعديها هاي كمان فكرة ثانية حلوة هايها مستيكس اخطاء هاي عندي الجمع يجى بعد الفراغ عشان تشوفوا مش دايما يعني خلني حكي انه بتطلع قبل الفراغ مشان اعرف مفرد او جمع بس احنا معظم الحالات بس زي هون لما يكون عندي ذير امتبهوا ذير هنالك ما بتعطي مفرد او جمع بتطر اطلع بعد الفراغ هنالك خطأ هنالك اخطاء يا مفرد يا جمع يلا مستيكس جمع اذا بحور البي لوير و بدي انفي بركب النات مع الوير فصارت عندي ويرنت فانتبه على هاي الحالة اوكي حبايبي طبعا كضاء الدائرة مش راح تلزمكم اوكي دون دواب تكون الخيارات مبينة واضحة جدا اما بحكي انت صحيح فعل هي فكرة بس مشان نفهمها مش اكثر هذا كل ما يتعلق بالماضي البسيط زي ما تشايفين سهل جدا هو الماضي اجمالا حلو اسهل من المضارحة يعني بشكل عام يعني بس بكله زي ما حكينا بالاخر لازم اشتغل عليه اول باول احل تمرين اكثر لانه التنسيس قاعدين بزيدوا اه شوي شوي اتابعهم وما اراكمهم اوكي حبايبي الفيديو اللي بعده ان شاء الله بنفوت بالماضي المستمر لو کراسي احمق اللهم كلام initiative شكرا